أم هذا الإبن تهمي بناني القاصر المفقود منذ 2007 اللي ما زال معرفناش الغياب ديالو على عشكه يدل هذا الإبن خلوق متمرد مشتهد سليم الصحة ديالو سويه في العقل ديالو مشامع الأطيقاء من تعوه ومارشعش ليومين هذا مدخلة ديالي في هذا اللقاء ديال الصفاء هو ندائي للجمعيات والمنطمات يدخلوا على الملف وياخدوه بجدية وياخدوه بعين الاعتبار ويشوفوني أنا كأم ويعونوني ويساندوني ويكفوا معايا واني حصلت وشكر تخيلوا معايا باللي 15 لسنة واحد التلميذ وهو مختافي ما عارفينوش وش ميت وش حي الأم ديالو ديالو ديال جميع الطرق الحواج اللي من المفروض تديرهم جهات معينة اللي هي السلطات العمومية البوليس قوضات تيال التحقيق نيابة العامة وما إلى غير ذلك من الجهات المختصة هاد الأم هاد هي اللي بقى تدير هاد العملية هاد وكتحلل وكتاناليزي باش توصل واحد الفكرة هي في الرهول دي 15 لسنة من 14 مارس بالضبط أنا معتقيد يوم الأربعاء من 2007 حتى 2022 ما زال هذا اللغز المحير اللي حير العقل ديالنا احنا يا كمتتبعين ديال هالقضية وفي اللول جاء حير العقل ديال الأم ديالو اللي بقات ثللة هاد السنوات تصور معايا ديال العلاقة الحميمية بين الأم والإبن والبنت ديالها هاد العلاقة هاد تصور مش حال فيها ديال الأحاسيس مش حال فيها ديال الارتباطات وغذي تبقى هاد الإحساس هادا بالحسرة في الرهول الولد ديالي لمدة 15 لعام يعني ماشي سهلة لو كان توضع أي واحد الفنده ديال الكبد ديالو ما عارش في الره المصير ديالو مجهول غيباش تعرفوش يعني ميت ندفنوه في الره القبر ديالو نعرفو المصير ديالو ما عارفينش مره حي مره ميت مره كل المره كي يجيو مجموعة متأويلات اللي في آخر المطاف عمروش تأويل أوصل للسكة الأخيرة ديالو للمحطة الأخيرة ديالو باش نعرفو الحل ديال هاد اللغز هادا وهنا شكونك تحمل المسؤولية بيناء على الرواية مجموعة من الأطراف هادا التلميذ هادا خرج من المنزل ديالو نهال الاربع وقال الوليد ديالو مع الصبح بللي انه مع الغداء ما غاديش نجي ولكن مع الغداء جاي جري هكي بقى كي يقول بكسميته كتلوكي فاش انتا كنت ما غاديش تغدا قال لها بللي انه غاديش نشي دابا المهم كلافي السعب الكارتاب ديالو غاديش نجي غاديش نجي في الكوزينة غاديش نجي غاديش نجي على برد دهر وغاديش نجي غاديش نجي اصدقاء ديالو والأم ديالو شافت من ركب مع ذوك الأصدقاء في واحدة التوموبيل وعرفت بللي انهم أصدقاء ديالو لقات الأم في بعض صريحات ديالها بللي ان الابن ديالها كان كي عرفهم عامين تلسجين كانوا كيقرروا معاه على اعتبار انه في هذا السنة في 2007 كان كيقرروا في سيزيا في الأولى باكالوريا هذا يخرج بقاوكي تسنه في العشية شافوا الاخ ديالو الصغير في العشية في نفس التوموبيل والأم ديالو بقاتك تسنه يجي تسنه تنهالو ولمكاين بقاتك تتقلب نهار الزوج خصد تسنه 48 ساعة كيقرروا عند البوليس بللي انه كان حالة اختفاء او حالة اختطاف او اي حاجة خصدها 48 ساعة تسنه 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 بطبيعة الحال قد تسول والخر ولكن الاجراءات مع البوليس والخر بدأت من 48 ساعة البوليس بطبيعة الحال في ذاك الوقت كان شوية تكاسل ماشي شوية بزاف ديالتكاسل حسب التصريحات ديال الام ديال هاد تلميذ هذا اللي الاسم دياله هو التاني وبقاتل ابحث هكاك الميستراممشتش في ذاك المصار اللي كان خصد تمشي فيه وهنا نقول واحد الاشارة لانه هاد القصة هاده لا بغيتون نحكيها لكم نحكيها لكم كاملة بلدتاي ديالها واثرت فيها بوحد شكله هو كبير وذاك الشي علاش غادي نربطها بجموعة من القضايا قضايا ديال اسحاب اللحايا لا شيء في منطقة اني عندي موقف مع اسحاب الحياة ولكن الناس ديال تطروف الناس ديال الارهاب كنقوا بلي ان الجهات الامنية في المغرب عبدالطيف الحموشي اي حاجة قبل ما تصرا بناد المعاد لديه بوطا في الدار و عندما عرفت كنمون شوية زعتر يجدوه أراك انت بغيت تفرقع ولا تدير شيء معي في حين انه بحال هذه القضايا كيف شخمستاش العام ديما كنشوفه في تلفازه في الصحافة هالة اعلامية على الجهاز الامني في المغرب ولكن على ارض الواقع الى اي حد هاد الشيء كيدال لخدمة المصالح ديال الشعب المغربين لان الكسميته المسألة ديال التطروف والارهاب يمسألة ديال الولايات المتحدة الامريكية هي اللي اول من بادر الى خوض هذا الحرب هذا في البداية ديال الالفينيات على اسامة بلدن والمغرب بطبيعة الحال كابنطيع للامبريالية العالمية الولايات المتحدة الامريكية سيبين لها لانه يكون ملايير تصرف من اجل الحد من هذه النساد طبيعة الحال انا مع هذه العملية لانه هاد النساد يهدوا الاستقرار والامن ديالي وديال العائلة ديالي وديال الناس اللي عزيز عليها وبشكل عام ديال الشعب المغربي يعني مسألة انا معها مع الامن ومع هذه الاجهزة تحرك من اجل توقيف هاد النساد لانه هاد النساد وانه يستهدفون الامر انا نكون في مكان معين حتى تدرتم ممشي حاجة التي تؤثر علي الحياة وعلى الصحة ديالي يعني هذه مسألة بديه من زيانة ولكن هذا الشي فعلا نشوفوه كي ينعكس على مجموعة من القضية بحال هذه القضية من مستاش العام بحال ذلك القضية ديال ديال الافغاني اللي كان لابس مغربي لابس لباس افغاني في كسمته بأسف در حالة ما وقتل سائحة اللي غادي تؤثرها على كسمته على السياحة في المغرب وامورها تدى على الضحية الاخرى يعني هناك نتسألو فين هاد الجهاز الامني فين هاد الهالة الاعلامية اللي كتدال على هاد الجهاز الامني هاد الجهاز الامني منفروض مثل هكذا قد يكون واقف كيف انت كتشد ناس معينين وعندك مجموعة من المعدات المتطويرة كاين اللي يخضر على بيغاسوس على اجهزة تجسوس ولكن في اخر المطاف مثل هكذا في حال الام ديالي وكانت طالب فقط بخبرة على مجموعة من ارقام الهواتف ولا كنش اللي يديرها لقد استعنت بوحد السيد اللي يعرف في هذا المجال ديال المعلوميات وقد أعطى لها مجموعة من الأرقام لتواصل معها الإبن ديالها الذي هو التهامي ابناني بدون أن السلطة هي التي من المفروض أن تقوم بها قانونيا كان في القانون المستهال الجنائي لأن إذا أردت كسمته وكيل المالي كان مجموعة من الإجراءات لتصنط على المكالمات ترى المكالمات الواردة المكالمات التي تواصل فيها لا يوجد هاتف معين أو رقم في التليفون ولكن هذه القضية نرى لأنها لا تستغيث وإلى حدود لحظة الأم تستغيث تستغيث الشعب المغربي تستغيث الجمعيات تستغيث بمجموعة من المنابر الإعلامية بمجموعة من المؤثلين الاجتماعيين لكي يضرعوا على القضية لماذا؟ لأن الناس الذين يحلوا مثلها ولم يحلوهم تستغيث بمجموعة من القضايا التي تأتي بها في السعر كل شيء مثل قضية الصحفيين مثل سليمان ريسوني مثل قضية عمر راضي مثل قضية فيديو مثل قضية فيديو مثل قضية محمد زيان مثل قضية النقيب زيان مثل قضية فيديو مثل قضية تفيق بو عشرين سيديات كيف يعقل؟ في قضايا أخرى لا ندخل هذه اليقظة الأمنية التي ستكون ما شخص لأنني كنت في السعر كنت مع الناس معينين ومحكمين في قضايا تطرق ويقول لك أننا محكمين ومفبرق وماذا لدينا رواية لهم سريحة؟ بطبيعة الحال ليس كاملين لأن هناك الناس الذين تشدون لديهم أسلحة أو أخر هناك الناس الذين ينفذون العملية لهم ولكن هناك الناس أخرين الذين يمشون ضحية ناس لا نعرض على حسب ما يقولون هما؟ أنا ليس مؤيد لهذا الشيء ليس مستحيل أن نقول لا أنا مع تطروف على مستوى التفكير ليس عادي من عكس على أرض الواقع يعني كفعل مادي طبيعة الحال لا يوجد شيء الذي ستقبله فكرة ضدها أي شخص الذي يفعله في العقل يؤمن بالسلام ويؤمن بالحرية المعتقد ويؤمن بالدفاع عن الأفكار بالطريقة الحوار البناء بالفرض للفكرة على الأخر سيكون ضد هذا إذن الفكرة والفكرة هو أنه حب هذا في جميع القضايا بحال كما هذه القضايا التي نرى في التلفز كجيس بريس الأولى الثانية جميع المنابل الإعلامية تنشر وتتصور وتتصور بلس اللباس ومغطين على وجودهم صحاح لجميع أنواع الأسلحة المتطورة والسيارات والخرط والطرق متطورة جدا في مكافحة هذا النوع للجريمة إلى أي حد لماذا لا تستعمل هذه الطرق لكي نعرف المصير هذا هذا التلميذ هذا المصير للأم التي 15 لسنة وهي تسنف لماذا لا تستعملوا هذا إذن هذه رسالة للسيد عبدالطيف حموشي على أساس أنه لا نتخيب لا نتزين المعطيات التي لديها لا تدخل لأنني نحكم عليك ولكن إلى فعلا تريد تخدم هذه البلاد فالأجدر أنك تلقى حل هذا ما أعرف أن المغرب قادر يلقى حل أدوات قادر يلقى حل لهذا الخر إذا كان هناك ناس لديهم نفوذ وراء هذا الخر فأعتقد بأنه مدام هذا المرأة 15 عام وهي تسنف الإبن فهذه لا تنزل حتى الآخر نفس حتى تموت وكانت منه الله سبحانه وتعالي طول في العمر لأنها متشبثة بقصة الاختفاء وقصة الاختطاف وليست متشبثة بقصة أنه يكون مكتوب وبالتالي ما دام أن الأم ما زال عندها أمان أن الإبن هيكون حي بالرغم أنه في 2019 قاضي التحقيق قال لحل الفرقة الوطنية قالت الفرقة الوطنية لأنه أرى القضية فيها الموت لأن تشددوا كجوج الأصدقاء الذين كانوا معه في السجن وقالوا بأنه الموت في مخدرات وقالوا لم يكن هذا الموت يعني الجثة لم يكن الجثة إذن الحقيقة ما زال ما بنش بالرغم أنه تتم الاستخراج مجموعة من الجثة التي كانت تقع مدفونة أو أخر وقالوا لهم تحليل لادئين وقالوا بأنه لم يكن تطابق بين لادئين والابن مع لادئين الجثة التي تم الاستخراج إذن الحقيقة إلى حدود لحظة ما زال ما بنش هذه الرسالة في إطار تعاطف مع هذا الملف إلى جانب الناس كاملين الذين يهضروا على هذا الموضوع كنحييكم عاليا أتمنىكم تنتم لديه وسيلة من خلالها ممكن يوصل الرسالة من هذا الأم للرأي العام فليفعل لا يتسنى حتى شيئا فليفعل بشتبن الحقيقة إلى هنا أترككم بخير وإلى فيديو آخر في موضوع آخر بإذن الله وإلى اللقاء